عندما سمع تلاوته أحد أئمة المساجد في الجزائر قال هذا الشاب سيكون له شأن هذه الكلمات كانت كفيلة بتحفيز أحمد ليحفظ القرآن الكريم ويتبحر في علوم تلاوته ليلقب في بلده بمن شاوي الجزائر نبقى مع المتسابق أحمد بن عميرة من الجزائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا وأذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام نعم في كل مشاركة نعيش ذلك الجمال والرقي في ذلك الأداء للمتنافسين في هذه الجائزة المتسابق أحمد بن عميرة من الجزائر حياكم الله وشكرا جزيلا على هذه التلاوة الطيبة ومنك أنتقل إلى الأستاذ عماد رامي تفضل حياكم الله أستاذ الله يعطيك العافية كأني شايفك كنت شوية يعني ما لك واثق من البداية بس على كل حال كانت الانتقالات بين المقامات مقبولة نوعا ما الصوت لا بأس فيه يعني في عندك أفلات كانت عما تخونك شوي إن شاء الله نتجاوزها بالمراحل القادمة إن شاء الله إن شاء الله فضيلة الشيخ باسم العابد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم يا أخي يا عزيزي أحمد عندما يذكروا اسم الجزائر تنتقل الذاكرة والأرواح والعقول إلى حيث البطولة والشجاعة التي أظهرها الجزائريون كانوا يحملون مصاحفهم فكرا وروحا ويقاتلون الاستكبار العالمي كما يعبر عنه القرآن وكما يعبر عنه أخي الشيخ عمر بالاستدمار كانوا في جبال الأوراس الجزائرية يحملون سيفهم وبنادقهم ومصحفهم ويثورون ويقاتلون الاستكبار من هناك جئتم من حيث هذا التراث ومن حيث هذه الآثار بارك الله بكم وتلوتم بشكل جيد أيضا في الوقف والابتداء كانت تلاوتكم جيدة ولكن وقفتم في موضع كان يستحق أن لا تقفوا عليه ولكنه مشفوع لكم بوركتم وحياكم الله شكرا لكم السيد حمين الحلو شكرا جزيلا لك وشكرا لعزيزنا شيخ أحمد يعني من الشخصيات اللي أحس أنه فعلا عايش مع الآيات القرآنية سلوكا أيضا وحسيت مندمج مع الآيات كثير يعني وابتعد عن التنغيم الكثير أدى بشكل جميل صوتا ونغما ولكن يحتاج لتمارين على القفلات مثل ما أشار أستاذ عماد وأيضا يعني لا بأس أنه هذا الخشوع اللي مع الآيات اللي نعيشه ولا بد أن نعيشه أن يعني نطبق أيضا ما أراده العلماء بأن نصور الآيات كما تستحق من النغم يعني هو الذي يصلي عليكم أو تحيتهم يوم يلقونه وسلام هذه ممكن يبشرني بها أكثر مما كان هو خاشع فيها وحزين فيها فممكن ممكن يعني تتغير إما بالنبرة أو الدرجة الصوتية أو تغير المقامات لكن بشكل عام أداء جميل ونتمنى للموفقية وأن يدعونا يبدو أنه من السماء الصالحين الطيبين إن شاء الله ونتمنى للموفقين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لكم العافية متسابقنا من الجزائر ونذهب إلى لجنة التحكيم وتحديدا أستاذنا الشيخ عمر أيضا من الجزائر تفضل مرحبا أحمد ما شاء الله حسنت أداء وأتقنت وكنت أنتظر وأن تقرأ برواية ورش يعني برواية ورش هذا ما عهدنا عليه أهلنا في الجزائر فولكن بدعت في رواية حفص وفاجأتنا في الحقيقة عندما كنت أتتبعك ظننت أنك تقرأ بالأصبهاني ثم عندما حققت الهمزات تيقن بأنك تقرأ برواية حفص وكنت أظن بين حفص وقالون ولكنك ثبت على حفص مبارك الله فيك حسنت الأداء وأتقنت وأتيت بأصول رواية حفص يعني متقنة ما شاء الله في مقادير المدود وهذا دليل على تمرسكم وتحكمكم في أحكام تلاوة القرآن فلكم باع في مسابقة تاج القرآن فقد احتليتم مرتبة ثانية هكذا ما شاء الله حسنتم ولكن هناك بعض الهينات التي إن شاء الله تزيدك إتقانا إنت أهلت إلى الدور القادم فانتبه لتفخيم بعض الحروف المنسفلة المجاورة للمستعليين جاورة مستعليين مثلا قلت قادر مقدورة قادر انتبه القاف والدال والر كذلك عند الوقف على الهاء ننتبه وهذا خطأ شائع هناك من يقول رسول الله أين هي الهاء عندما تكون مسهلة كأن همزة مسهلة فلم تظهر الهاء جلية واضحة وأسبحوه أظهر الهاء يدفع الهواء جيدا حتى لا تظهر كأنها همزة مسهلة كذلك همس الكافي بكرة حتى تظهر همستها ولكن لم يتضح صوتها جليا وكذلك ظهر في أدائك نوع من التقليل وكان عندما رتنا ترقق فوقعت في التقليل سلام إلى غير ذلك وبعض التمطيط في المدود الطبيعية ولكن هذا إن شاء الله يزدك إتقانا وحسنا وتكون من المهرة الذين قال فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع من؟ مع السفرة الكرامي الباررة جعلنا الله إياكم السفرة الكرامي الباررة سنرى نعرفها أنا أستاذ عماد ماذا؟ جملة جزائرية بالله أمازيغية لا لا أمازيغية تحدث مع أمازيغية قرية مليحة إن شاء الله تكون أحسن إن شاء الله في الظورة المقبلة إن شاء الله تتمكن إن شاء الله سيد كريم رح يبحثها بالقوغل عسا ولا علي وصل إلى نتيجة إن شاء الله إن شاء الله والشيخ عماد كان في الجزائر وأخذ بعض الكلمات الجزائرية وعيش معنا في الجزائر إذن دماء النحو انتقلت الساحة إلى سيد كريم سيدنا كلها بالجزائر ما عندك شيء أضيف على هذه الإشارات سيد كريم الدقيقة اللي أشاروا عليها أساتذتي بالتنقيم حاتي بالجزائر جايب رعنا رعنا الله يحفظك إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله لكم الله الله يسترك لها ثم سانا من دعاك إن شاء الله ما أدري الجزائرية كانت يعني؟ إن شاء الله سألتم إلى مسك الختام الشيخ محمد فصفور تفضل صراحة الإخوان لم يتركوا شيء دي أقوله يعني ولكن أنا عندي سؤال قبل أن أبدأ بعيد عن التكلف والرسميات أنت القراءة الأصلية حفص أو ورش؟ يعني دائما تردت البماء أنا أكثر من رؤية حفص كثيرا يعني أصل حفص لأنه كما تفضل شيخنا التقليل شوية متأثر يعني متأثر رواية حفص بالتقليل وأنا سألتك لأنه كما تفضل شيخنا الدكتور عمار أن أهل الشمال الإفريقية حافظوا على قراءة أهل المدينة والمذهب المالكي يعني هذه السمة ثابتة لهم فأنا تفاجأت بك قراءتي برواية حفص وكنت منتظر رواية ورشي يعني ولذلك أنا نبهت للإخوان قلت أن المتسابق اللي يطلع هنا يقول أقرأ برواية كذا خصوصا أهل شمال إفريقيا يعني ولكن النقطة الثانية كمان هذه أحب أقولها ومن كل قلبي صراحة سمحوني فيها أنه من أول ما بدأنا أفضل واحد تجويديا وأحكام هو أحمد في نظري وفي رأيي ولاحظت على قراءتك أنك من الحفاظ فعلا وعرفتها من قراءتك هذا تجويديا أما نغميا الموضوع يخص الإخوان ما أعرف لكن في النسبة تجويديا عندي ما شاء الله رضيلتي الشيخ أيضا يلقب بمن شاء الجزائر أسأل الله لكم العافية وهذا ليس إطراءا ولا متحا ولكن هي فعلا حقيقة صدخا الله يبارك عمرك ويدين أسأل الله لكم العافية المتسابق أحمد بن عميرة من الجزائر شكرا جزيلا ورفع الله وشأنكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا